فان انا دونيا مصري برحب بكي معنا على شاشة تن وبنبرك لك على نجاح اعرب وبيت الرفاعي مرسي جدا وكل سنة وانتو طيبين وليلي بقى كاليميني استعادت ازاي للدور؟ الدور كنت طلع فيه شريرة قوي يعني استعادت ازاي قبلها؟ بصي انا لما قريت الورق سميحة طلعت لي من اول حلقة فكان بالنسبالي اتخضيت عشان الشخصية قوية جدا فيش مشاهد في لها في العمل كله سهل او عادي او هي طول وقت بتزعى وطول وقت بتتخنق مع مامتها مع باباها مع امها مع ابوها فبالنسبالها كان كل المشاهد سخنة او مع كل الناس فالصوت عايق وبتقول كلام كتير وكلامها على الورق حواراته كتير فعشان اجيبي التون واجيبي بصراحة سيد اسماعيل هو اللي في موضوع الصوت هو اللي حب ان انا اغير شوية وتاخن صوتي وافتحه فانا بس مشكلتي ان انا بقيت دلوقتي بتكلم بطريقة السميع بتقليبي عليها اولي بتعمل كنترول عليها بس بحبها قوي وهي بكملها معي للأسف مركزتيش مع نموذك معين كده وجبتي بالزرق بصي يعني التك توك والحاجات دي ما خلتش حاجة فالناس دي موجودة بشوفها كتير في حياتي وانا على الموبايل فاكيد بصي انا مركزتش على حد معين بس انا طول ما انا عايشة اي فنان عمتا يعني بشخصيات اللي بتبقى قدامك او حواليكي انت بتغديها من غير ما بالظبط من غير ما تحسي طول الوقت فاكيد وانا بقراها هي في حاجات طلعت كده فجأة فحسيت ان انا لأ الناس دي شفتها الناس دي قابلتها في حياتي الناس دي سمعتها في حياتي فموجودين وطول الوقت قدامنا وبنسمعهم وبنشوفهم والتليفون خلى كل حاجة قريبة فالحاجات دي بقت سهلة وموجودة الفنان احمد العوضي هو لرشحك للدور طبعا اكيد فيه كواليس عملك بتجمعك معي كان بيقولك حاجات خذي بالك ركزي من حاجات معينك كان بيقولك ايه بقى طول وقت سميحة جامدة قوي سميحة بطلة فطول وقت بيديني حافظ كده ان دنيا فيه مسئولية اه سميحة بطلة خلي بالك طول وقت بقولي كده اه لما عملت اول مشاهدين تلاتة اه 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 اتخضت انا اتخضيت يعني انا كنت رايحة مرعوبة يعني اسادزة كبار جدا وانا مشاهدي كلها البداية كانت مع استاذة وفاة واستاذ رياض فكل المشاهد اللي فيها اخناء وزعي كانت في اول تصوير ليا فالمشاهد دي كنت مركزة فيها قوي ومرعوبة فتلعت الحمد لله بشكل اه انا تخضيت وكلهم تخضوا يعني فهو ساعتها قال لي اعمل لي كده فكان بالنسبالي كان رد ارتحت فيه مشاهد كان بيجمعك ما بين الفنانة وفاة عامر واحمد العوضي دي ربطي فيه بالقلم يعني القلم كان صعبة قوي بس انا لاحس ان انتي مفيش دمعة حتى مع انه كان عنيف قوي يعني سميحة ما بتعيطش يعني سميحة مش هتلاقيها بتعيط لان هي مش انسان عاصل يعني عارفة اه لا يعني انا في الشغلة يعني جوه المشهد وكلنا سخنين انا تعملي اي حاجة في دنيا مش هتحس اه انا حسيت اني سميحة فعلا في اللحظة دي هي اللي بتعمل كده وهي اللي لازم تدرب وكل حاجة كانت انا كنت حساها قوي فاستاذة وفاق اللي كانت خايفة تضربني قوي استاذ اسماعيل كان عايزها تضربني بجد وانا كنت عايزها تضربني بجد عشان المشهد يبقى قوي انا رشيت مية على ابنها في الاية في الاول وفي الاخر يعني فده هيخليها ايه هيخليها تغصب عنها تقوم ضرباني معيطش؟ لا معيطش بعدها كان عندي مشهد مع احمد عبدالله محمود بطلع له بره بقوله ضربتني عشان عشان عرب وعشان مش عارف ايه وهي بتتكلم وهي كده فهي هي ما تعيطش هي دين تئم ليها اساليب تانية مش 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 تعيطة لا هي مش ما فيش عياط يا سميحة مليانة بالامراض النفسية مؤثرتش على دنيا بعد مخلص التصوير؟ لا مؤثرة والله العظيم بجد يعني حاسة ان انا في حالة دلوقتي مش مزبوطة يعني ما بين دنيا وسميحة لا لسه والله العظيم بجد وده مش كلام مش كلام فنانين وكده لا ده كلام بجد انا فعلا هي مؤثرة فيها مؤثرة في بنتي اوي بس ان شاء الله هتطلع ايذن الله لا بتطلع بقى مع الوقت خلاص بقى انا ليه ليه اساليب وليه حياتي برا عندي بنتي عندي جوزي عندي حياتي فلما تسحل في الحاجات دي شوية في حياتي اليومية يعني هتروح معيني بحبها اوي لش عايزها تروح اصلا بيتك في بيت الرفاعي كان مختلف تماما كنت ايما بدور داليا شخصية مختلفة تماما عن سميحة كنت بتصوري الاتنين في نفس الوقت مرسلسلين؟ لا يعني بدأت الاول بداليا لما قربتها خلصها اشتغلت سميحة بس حصل يومين او حاجة روحت ده كتصعبة جدا ان انا اشتغلت سميحة لما وقفت شوية عند داليا كانت موقفة حبة يعني بعدين روحت اشتغلت اسبوع او عشر ايام في سميحة فرجعت تاني لداليا فده كان صعب جدا ان انا قادر لقيت نفسي بتكلم بصوت عائلي حتى الناس اللي معي لا اركزي واتصوتك شوية داليا هادية بتتكلم بطريقة نعمة شوية فده كان مرهك اوي بالنسبة لي برضو اخيرا مشايف ان عرب السوركي هو النموذج للبنات كلها على الحقيقة بقى مش في المسلسل بتحب الشخصية دي طبعا اي بنت واي ست في الدنيا هتبقى حبة عرب السوركي علشان ده الراجل الجدع الشهم ابن الشارع اللي هو تقدري تبقى مسنودة عليه وانتي متطمنة حاش هيبسي لي بصة فاي ست في الدنيا بتبقى عايزة الراجل اللي معيها يبقى الراجل ده الراجل اللي يجيب له حق اه من اي حد يبقى تبقى مسنودة عليه فلا شخصية طبعا امر يعني شكرا جدا لك يا دونيا ونوارتيني بسي كل صحرك ضايبة شكرا لك شكرا لك شكرا لك